هذا البرنامج برعاية ولا حدا عزيزي سبونسور توصل معنا من خلال الإيميل info at حسان الشيخ dot com مراقبون بيئيون معاي على الخط بشكل حر ومباشر وضربة حرة ومباشرة أهلا وسهلا ببتول علي من مراقبون بيئيون I love the name I love the title كيفك؟ الحمد لله تمام نشكر الله رجعت الكهرباء أخيرا رجعت الكهرباء أخيرا أنا شر كتير لأنه تأخرت على الوقت نص ساعة بس أنه مش بيئيدي God bless you no problem مش نص ساعة 57 منتس وحياتك بس أنه صناعة ببتول بداية كيف نعرف بعض كيف نعرف بعض كيف نعرف بعض كيف نعرف حسان وكيف حسان أنه مراقبون أنه نجو بالتحانل أنا كتير بصنع بودكاست لأنه بوقتي يعني باسمها أنكر أنا بعرفك من أنكر صراحة اكتشفتيني هيك بأنكر صدفة لا مش صدفة عملت سارش بس إليا أنا بعرفك أنه كحسان الشيخ وجعت فتت عملت سارش شفت أنك موجود على أنكر من فنانة لبنانية كمان من لبنان باسم نينا عبد الملك نينا عبد الملك حبيبة قلبي وروح يعني شفت أنه كتير على اليوتيوب التشانيل كمان بس أنا بالأصل أنه بتابعك إلك بالمحاضرات اللي بتنزلها بالتنمية البشرية كمان أوكي كثير حلو البودكاست اللي يعني تأثيرك طب فيني عارف أول وحدة أول وحدة بالعالم بتلاقيني صدفة حلو what did you search for حتى لقيت يعني شو اللي جذبك شوف أنا شوف أنا ديما بنزل البروغرامات اللي بنزل يعني ما بنزلها تضيع وقت يعني ما بتبع حدا بضيع لي وقت جميل ففوت أنا بحضر يعني محاضرة لهيدا الحدم عجبني بكمل معه فمتأصدق أنه هيك دني أعمل search لشوف أنه حدم عنده محتوى يقدمه اقتنع فيه وممكن يعني يدف لي مثلا يعملي قيمة مضافة لمعلوماتي بنسبة 10% أنا قبلين فضل نستمر الله يكتر من أمثالك يا شيخ أنا أنه هايدي القيمة المضافة يلي هي بنسبة 10% رح تصير لمية بالمية إذا أنا استمرت معه فعلى هايدي أنا كتير بسمع بودكاست على أنكر وصراحة فيني إسألت دي عمرك أنا ترجعت أنه أنا ترجع بودكاست بس لا فكر لا لا يجب أن يجب أن ترجع بودكاست بي the end of this podcast أكيد رح تسجلي بودكاست فيني إسألت دي عمرك بتقول فيني إسألت دي عمرك عمرك 19 سنة 19 سنة أكيد 19 سنة وما بتدوري على التفاهة والسخافة وصرحت الفنانة وقالت الفنانة ودهنت أصابع على الفنانة وركبت الفنانة ونزلت الفنانة بتدوري على بودكاست يفيدك واو شوف إنه الفنانة لما كانت بعمرة 19 سنة كانت هي عم تطمح لحدا عنده محتوى لوما هيدا الفنانة لقت حدا لقت حدا عنده ريادة أعمال ودعمها بفنة ما كانت وصلت لوما لقت حدا عنده محتوى ناجح بريادة الأعمال ما كان أهالا ومولا لتوصل لهيدة التفاهي اللي هي فيها يعني هي بس حصلت على الشهرة أما أنا إذا اليوم بيجي كمحتوى إنساني أو كمحتوى علمي وبلاقي حدا ممكن ليعملي قيمة مضافة بشكل متنوه أنا بقدر كون هيدا الشخص هو عم بيمولني فكريا بيمولني نفسيا كمان وعم بيخليني إنه إتغلب على كتير أسس مثل أنت حكيت مثلا فيه إعلان معا من أجل الإنسانية هيدا الإعلان إذا أنت عن جد تجي وبتشوف أبعاد ولا قدام بتشوف إنه هو عم يرمز لكتير أسس مبطنة ونبرة الصوت يلي عم تنطرح هي مبطنة وطريقة طريقة دمج الأدعية كمان إلى مغزة يعني طريقة الدعاء الإسلامي له مغزة والصوت كمان إلى مغزة إنه التسليط على مثلا الأسطوب الشافعي مثلا أو الأسطوب الإسلامي بالأدعية اللي هو بيعتمد على البلاغة إنه أنت عم تظهر من خلال يعني عندك كتير مثلا إذا بنجي بنحلل بتضعب على كل شي بتعمله متفكر اللي بعدين أو بيقلك بيقلك المثل God is in the details أو the devil is in the details ححسب أنت شو بدك يعني يا بتلاقي ربنا بتفاصيل خلقه يا بتلاقي إبليس من دس في هذه التفاصيل فأنت وشطارتك وأنت وما تريد أن توصلوا للشعب بتقول يعني لو لحد عمره 19 سنة الله يكتر من أمثالك أول شي ويسلم يعني عنا هنا بتربيتنا بيقول يسعد البطن اللي حملك أو يسلم من رباك سلمت يدها من رباك هاي دي بدير الزور بيقولوا هيسعد من رباك نحن هو يسعد البطن اللي رب اللي جابتك أنا أنا مقيمي بسوريا فهول الدعوات بعرفهم أوكي أنا مقيم في الإمارات ما عمري أقمت في سوريا بس تعرفت على بعض الشخصيات على بعض الشخصيات التي هيك أخذت منها بعض المقتطفات والأدعية الجميلة أنت عشت في الإمارات بس سوريا عاشت فيك أنا ببابا وماما عاشوا فيني نعم والدي ووالدتي عاشوا فيني أنا فتاة عراقية ماني لبنانية بس ماني بحياتي راح على عراق إلا مرة راح تسياحة كمان راح تزيارة هيك أول مرة بتعرف بس التقاليد والقيم والعادات بتحس هي أنه ببيتك بتحس أنه وطن مصغر أو دويلة بتحس بيتك مجموعة من القيم والعادات والتقاليد بتخليك تنشأ نشأ شخص من بلد ثاني ولكن أنت بتكون ببلد تظهر للمجتمع الأنوية ما بدي سمى أي مجتمع بس لما تعاشر المجتمع البراني بتحس فيه كثير اختلاف أو تناقض يعني أنت شخص عندك مجالات فكرية أو بتحب مثلا تناقش الناس بالأشية الفكرية وهي دعا وبتلاقي الناس هما هيفا وهي بشو لبست أو هاي يعني رفعت قصدك فأنا اللي فهمها من قصدك فأنا اللي مرة تانية للمرة الألف يسلم يدي وطاهرتي الوالدة اللي ربتك وزرعت فيك هذه القيم إلهي يا رب يعني في ميزان حسناتها ليوم الدين وأنا رح تدعيلها كل مرة الله يكتر من أمثالك وأمثالها وعن جد عن جد عن جد من أول سبع دقائق من هذا البودكاست شرفتيني أنا ما بعرفك ولا بتعرفيني وأول مرة في الكوكب منحكي مع بعض بس إلهي يعني هدولي 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 دعوات أم حسان لما ماما كانت تدعيلي إلهي يفتح بوشك ويسوء بطريقك ولاد وبنات الحلال هدولي أنتو إلهي كتر من أمثالك هذا الحكي جميل جدا برافو عليك جدا 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 بتول شو اللي خلاكي تتواصلي مع حسان أصدقاء حسان أو البودكاست هذا شو اللي حرك فيكي هذا الدافع أول شي خلينا نكون سريحة أنه أنا توصلت لحتى أول هدف أنه أنت ما هدفك يعني الأرقام لا يا شيخة لا يا شيخة نحن نبحث اللايك والمشاهدات وهدر أمها لايكات لأنه أنا أنا غاوي شهرة فأنا فكرت إذا أنا بطلع يعني أنا بعض كتير يوتيوبر بس أنا فكرت إذا بطلع معهم رح يقولوا هيده هدفة جيب أرقام فرح يفوتوا على الفيديو أو رح يقولوا إذا أنا مثلا طلعت ما حدا بجيب كتير بيجيب عشرة مليون بليون ولكن هو المحتوى اللي قبل ما هو يسجل معي محتوي فارغ وإجاد غري يسجل محتوى مليان ما رح يجيب نسبة مشاهدة أو رح يقولوا مثلا يعني ما حدا رح يقبض وشد ما رح يكون مؤثر تاني الشي دايما شوف المحتويات اللي هي محتويات مليئة يعني مفعمة بالمعلومات ما بتجيب لأنه هي مخصصة لشريحة فكرية من المجتمع يعني فقط هيدا الشريحة الفكرية لما بدت تفوت وتطور حالة هي رح تقصدها فعلى هيدا الأساس اخترت هيدا الشي أنه أنا ممكن طريقة كلامي أو طريقة معلوماتي تكون مخصصة لهيدا الشريحة يلي هي عم تكون قليلة بعالم التريندينج أو هولا يعني خليني خليني أضيف لمعلوماتك في صناعة المحتوى القليل إذا بتسمحيلي من وجهة نظر الخاصة وبيحكم خبرتي المتواضعة اللي صار لأربع خمس سنين عم بيشتغل فيها في عندي فوق الـ 800-900 فيديو على هذه المنصة فييني بتسمحيلي أكيد الشغلة ولا إلها علاقة بطبيعة المحتوى اللي بتقدمه ولا إلها دعوة 80% وأكثر من الترافك and or المشاهدين بيجو من وراء دعم آلهة الذكاء الاصطناعي التي تدحش دحش فيديوهاتك أمام المشاهدة غصب لعنه 80% وأكثر وهذه أحصائيات هنن اللي بيفرجون إياها أنا بلوحة التحكم الخاصة بفيديوهاتي السبسكرايبر استعبون قناتي عشرات ومئات الآلاف no problem فيديو تبعي ما بيوصل للمشترك بقناتي والذي اشترك لكي يصلوا الفيديو والمحتوى تبعي ومع ذلك نسبة مشاهدات المشتركين أو نسبة وصول للمحتوى للمشترك في هذه القناة أقل من القليل لأنه لا أتحكم به ونسبة عدد المشاهدات التي أجت وأتت من مباركة آلهة الذكاء الاصطناعي اللي كتب بشر طبعا هي 80% فأكثر إذن القرار بيد مين اللي بيخلي التاني يشوف فطبعا آلهة الذكاء الاصطناعي تبارك جولة في غرفتي تفرجوا إلى سيارتي الجديدة نقلنا بيتنا إلى المنطقة الفلانية ساعدونا في اختيار اسم المولود أنا حامل يا لطيف عملت مقلب بزوجي أنا حامل من جارنا هاد آلهة اليوتيوب وآلهة الذكاء الاصطناعي تبارك هكذا محتوى وبتحطه هيك هيك دام عينك بتحطه بمخ غصب عنك لازم تشوفه يا عمي أنا ما شفته مرة واثنين وثلاثة ليه بعدك عم تحطه أمامي مشان أحضره غصب عني لا أبدا وبالأخير بيقلك هي شبكة ومنصة اجتماعية تعتمد على تفاعل البشر معك نحن ما لنا علاقة كلما تفاعلوا أكثر كلما زاد الدعم يا سبحان الله لا تخرج قبل أن تكبس اللايك فيا أختي الموضوع مش لا بيدي ولا بيدك بيد بيد الذكاء الاصطناعي بيد اللي كتب الذكاء الاصطناعي بيد اللي أخذ قرارات عن الذكاء الاصطناعي ما عليك صحيح ما المهم نرجع ل نرجع ل نرجع ل العقل الكبير تبع بتول علي لعمرها 19 سنة واللي ما خلت أي شي وقف بطريقة استلمت قضية بنات جيلة آخر هم هذه القضية ومع ذلك ضلت وراها ومع ذلك حاولت توصل الرسالة موستلي العالم اللي بهذه المرحلة العمرية عن جد يعني للأسف مما ألاحظ الاهتمامات تكون جسدية الاهتمامات تكون هرمونية حسية تبتعد عن المسئولية لا يخلو الأمر من وجود فئة مترباي فئة تبحث عن خلق الفرق في حياتنا أجمعين وبطول لقيت هذول الشباب والصبايا اللي يساعدوها في خلق الجروب مراقبون بيئيون في لبنان صحيح بطول صحيح حدثيني هو الفريق اللي معي أعمارهم مش تسات عشر سنة وعشرين هني أعمارهم خمسين سنة واربعين وثلاثين والصغار ما عم بيشتركوا معك بلا بلا عم بيشتركوا هني الفريق هل قد أعمارهم البنات يلي عم نوعيهم وعم نعملهم ندويت هني بهدول الأعمار تسات عشر سنة وعشرين سنة ومن هيدا الجيل جيلة جميل كيف بلشت الفكرة مين عملها شو الهدف شو الـ شو الـ شو النقاط اللي عم تطرحوها انلايتني فرجيني أنا ما بعرف عنكم ولا شي اي هو أنا بـ 2017 ثلاثة الثالثة على لبنان بشو بالرقاب الصحية شو يعني شو يعني بالرقاب الصحية يعني اختصاص الرقاب الصحية هو كان امتحان وزارة مدرسة ولا جامعة معهد معهد عالي معهد عالي يعني مثل معهد العالي لفن المسرحية كمان فيه هناك معهد عالي للعلوم الصحية يعني هي مرحلة تعليمية تأتي ما بعد المدرسة اي اكيد اكيد جميل انت خالص يعني خالص كمان هاي سكول بتكون اوكي فمن بعدها اطلعت الثالثة على لبنان فانا طلعت هيك انه معدل العلمي او مؤهل العلمي ما لازم يوقف بس وينتهي هون لازم يتطور ويتجسد ميدانيا من خلال تطوير مؤهلات العملية بلشنا بلشت لحالي بتذكر كنت بمحاضرة كنت بقلب المحاضرة طلعت كان عم يحكي الدكتور انه قديش نسبة النفايات بالبنان فطلعت بحالي هيك انا قلت انه اذا انا بدي اذا ليه ما انا بيجي بغير ليه ما انا بيجي بأثر بالمجتمع اللي حوالي ليه بدي انا اقول اثبتت الدراسات واثبتت الوزير واثبتت المحافظ ورئيس البلدية طب ليه ما انا مجتمع ما انا جزء من هيدا المجتمع ليه ما انا يعني يلي هو متجرد من كافة الاحزاب السياسية اه فبلشت الفكرة هل هناك مجتمع متجرد من الاحزاب السياسية وين اذا لا ما في او بي خصد خانك التعبير يمكن اتوجه الى المجتمع المدني بدون بدون الاحزاب السياسية اوكي ممكن لا لا لأ 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 انه انا كحملة هي متجردة من كل الاحزاب السياسية بس هي منا ضدهم يعني اوكي هيدا قصدك ماشا الحال اوكي هذا ما بحاربهم يعني يصطفوا ما حدا بيحارب حدا عمي احنا ما بنحارب حدا نحنا رسالتنا السلام بس مية بالمية فانطلقت بتذكر انا وصديقتي اه رجعتين شقت ما كملت معي ضليتني لحالة صرت انا روح على المدارس روح على البلديات اه بتذكر كل شي انا عقدمه مني هديك السنة عملت خمس خمس خيام بتذكر الموقف يلي ما بنسيه هو انه انا شاركت بمعرض كان بمعرض الجنوب رحت حملت حالة ورحت انا كل شي مجهزة لبرودكت عيلي وكل المعدات انا مجهزيتهم رحت بمعرض المتواضع كان اكتر معرض متواضع بقلب الساحة يلي هنه عارضين انه كل مؤسسة او كل شركة تطرح المنتجات وتطرح افكارها كانت كتير تعبينين على التجهيزات انا كانت مجرد طاولة وصورتين وبتذكر اللوكو حملت هذا اللي بتذكره وبس وانا واللابتوب يلي معي بتذكر بس هيدولي وكل حدا اللي يجي وبتذكر انه الناس اتفاعلت معي اكتر لانه يجوا احكيهم عن الامور يلي هي عن جد بتخصهم يعني ما بقلهم والله تععمال معنى هيدا الاختبار بحدد شخصيتك طب شخصيتك علمية طيب اتجه لهيدا الاختصاص انا ما عملت هيك انا عملت وقت مبادرة بيئية عن الاخطاء السلوكية البيئية اللي هي بالأثر على صحتهم فبتذكر هون لما نجحت بالمعرض هون اتفاعلت من هون كانت نقطة انطلاءتي من بعد المعرض هيدا 2018 المعرض 2019 كانت سنة من بعد المعرض انا عملت بلان الي انه انا بدي امشي على هيدا الابلان بشكل دقيق جدا يعني انا ما بدي نيم اكتر من سبع ساعات لانه انا اذا نمت اكتر من سبع ساعات انا ممكن حدا ينام ست ساعات او خمس ساعات ويسبقني بالوقت لانه هلأ عمل الوقت جدا يعني جدا الوقت سريع صار بهيد الفترة ومو كنا حدا ميسبقك بفكرة يعني فصرت أللت نومي وبعض من حد هلأ يعني ما بنيم اكتر من ست ساعات انا خجلان منك اه وصرت اعتمد يعني غيرت من حالي ووقتها انه كمين حضرت محاضرة لحدا كمين بودكاست اسماتها انه اذا انت مارست الرياضة الجيدة وهيدا مارست الرياضة الجيدة وفقت بكير وانك انت ركزت كتير بشغلك انت قادر توصل لهدفك بس بهول الستابس اهم الشي انك ما تنم لانه اذا نمت بتنم عن كل احلامك ويبطلك تحلم الصوت راح لا لا معاك معاك عم بلك مية بالمية انا انا منصة التلميذ راح بلش اخذ ملاحظات اي فبتذكر انه انا قللت ساعات النوم قللت نظام الغذائي العادات اليومية حسنت النظام الغذائي مش قللت النظام الغذائي حسنت انه انت جهت لانزمة خيارات صحية اكتر مية بالمية بتخليك انك تكون يعني تكون واسق من يعني عندك طاقة تكون ما سببلك لبعضين امراض او هيك كمان المنبهات وقفتني سكافيه من 2016 ابدا وقفته لحتى ما يخلي الكافيين يتغلغل بجسمي ويخليني عصب وفيش خلق بالناس وهالتفاصيل استبدلته بالكافيستول يلي هو بقلب القهوة وصرت كثير اشرب ماء هيدي لحتى ابني شخصية الحطن يلي قادر يستمر بقلب الحملة انت بتشرب كافيين من عمر خمسة عشر سنة يعني النس كافيه هلا انا لما كنت ادرس كنت كثير اشرب كافيين يعني انا جيل جديد اشرب نس كافيه من عمره عشرة كملة كثير كثير بشرب وقته وقفته ووقته وقفت الفونديشن كمان فونديشن كريمة من اساس البشرة موافيته كمان وهلأ انا على قناعة انو انو الميكوب كمان هلأ على قواب انو انو كمان ألغي من حياتي بسبب التراكمات المواد الكيميائية بالبشرة كمان يعني فهلأ صار لي على المستوى الشخصي يعني صار لي هلأ موافل كل الميكوب يعني انا عاملة دورات ميكوب أرتست وكمان ميكوب سينمائي سوهلأ كله استغنيت عنه وهلأ ماشي يعني مغير حالة هلأ لألفين لأنه بعد 14 بفوت بالمرحلة العشرينية فلازم يكون غير بطول 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عندي سؤال ليش ليش بدك تعملي كل هذا وبعد عمرك 19 لأنو أنا ما بحب انو يمضى عمري شوف أنا كتير ممكن أنا يلي بيشوف مصايب غيره بتهون على مسيبت ومثل اللي بيقوله 100% ما بحب أبدا ضيع دقيقة من حياتي وأوصل لبعدين لعمر لثلاثين أو خمسة وعشرين وأنا كون مني من الصف الأول أو أنا كون بعد متأهلة مش مثبتة على أي مجال أو كون مصيرا ممكن تنجح بهيدا المجال مش إنو هي محترفة بهيدا المجال أو مثلا كون مجرد موظفة كون موظفة روتينية بتقضى راتبها بشكل روتيني بترجع على البيت بتصرف يعني فهمت قصدي أنا اللي فهم قصدي أنا اللي فهم قصدي كنت جيت إلى الشخص الصح بتقول هدى الكلام بابا أكتر ولا ماما أكتر بيدعم هيدا الكلام مين أكثر إلو أثر في بتول على بتول بشخصية بتول بابا أكتر بشخصية بتول ولا ماما أكتر هلأ لك أهلي بيحبوني ما كون يعني بيحبوني انه كون تطور وانه ابني حالي وانه اكيد كون بمجال النجاح ولكن ما بيحبوا هيدا الضغط اللي انا بحط حالي فيه يعني دائما بيقولولي انت وبعدين ليه عم تعملي بحالك هيك بس انا بقول لك الدعم الاولي بينقسم قسمين حسب يعني الماما تدعمني الدعم بتعيد الماما غير دعم تعيد البابا ففيك تقول الماما المعنويات الطمأنينة الامان فيك تقول انه وبابا كمان هو الشخص اللي بيكون بيعمل بيدعمني دايما بمجالاتي بس انا يعني بيدعمني دعم معنوي بس كدعم تاني ما في دعم ما بيدعمني بس كدعم معنوي دايما يعني انت شخصيا بارك اكيد بكل شي بعمله اكيد دفنت السابورت من بابا وماما بس انا بدي اسألك بدي انتي انتي في قرارة نفسك هذه الاجابة جميلة بس نحنا بدنا بدنا نفوت ايكي اعمق شوي انتي شخصيا بتحسي حالك مين اقرب الى شخصية بابا ولا اقرب الى شخصية ماما شخصية بابا انتي اقرب الى شخصية بابا يس ايوه هذا كلام جميل لانه لك شو هلا دايما انت يعني لا اراديا دايما في نظرية كمانة ريطة ابل اربع سنين بتقول دايما انه المستحيد يلتقي سالب وموجب فالذكر هو السالب والأنثى هي الموجب فدايما هذا النظام الكوني يعني فدايما انت بي لما البنات بتتفق مع بي اكتر والشابة بتتفق مع امه اكتر فهيدا هو بس اللي يمكن لانه بابا هو باحث اسلامي وباحث اجتماعي كمان وكاتب فهو متعمق بالمجال الفكري يعني فايه ممكن اتأثر متأثرة فيه جدا بالمجالات الفكرية والافكار فيك تقوله والقيم اللي عنده اياها فتشربتي العلم وحب العلم وحب العطاء وحب النمو من بابا واكيد مع مباركة ماما ودعمها وتغذيتها والنورترينج الطبيعة الطبيعة النورترينج تعييت ماما اكيد نحن لسنا في غناء عنها فهذا الشيء جميل يعني انت من عشاق القراءة انا كاتبة من الفة ثلاثة اصدارات انت المفروض يكون عندك مش برنامج عشرة اه كملة اتحفينا فاجئيني اكتر لالك يلا تسعة عشو عندك ثلاثة اصدارات انا ألفت ثلاثة اصدارات بس لحد هلأ ما اعلن عنهم ابدا بقول انه في مرحلة لا قدام ممكن انا بلش بي يعني ممكن انا هلأ اخلص كل المؤلفات الكتابية واعرضهم بوقت انا ما بكون عم اعمل في شي وبنفس الوقت بكون انا ووقتي عم استثمره كمان هي مرحلة الزواج او مرحلة الامومة هي فترة بتطلب منك التفرغ الكامل لمؤسسة الزواج المؤسسة التشاركية مش شرط بس بتاخد كتير من وقتك مش شرط التفرغ الكامل ولكن بتاخد كتير من وقتك نحن متفرغين حسب الطاقة وحدة مثلك وحدة مثلك عنده طاقة انتي نهارك 65 ساعة بالثانية نهارك هدا واحد اتنين انشري كتبك وما تستني اسمعي من اخوك انا بدأت كتابة كتابي في سنة ال2007 لليوم لاني مخلصه ولاني ناشره وعلى طول بقول بكرة ببلش وبكرة بنشر وناطر لوصل للخمسين ولانه كتابي يتحدث عن الحكمة فيجب ان اكون حكيم لا لا هذا حكي اسمه بولشيت هذا الحكي بكون عم بضحك على حالي فيه لانه النبعة اللي طلعت هدولة ثلاث كتب او ثلاث اصدارات اللي انتي كاتبتين وقابرتين على موبايلك او على كمبيوترك هاي النبعة لن تجف واي برامسي انها لن تجف فنزلي كتاب واثنين والثالث وبلش بالرابع وبلش بالخامس وعندما بيكون قرارك الشخصي انك تتفرغي للامومة وانا احترم واقدس هذا القرار فيك تكتب الرابع والخامس والسادس والعاشر والخمستعش والألف لانه هدفك انك تفيد الكوكب هو منه قرار بقدر ما انه هو يعني الخوف من التشعب لانه كثرة التشعب تؤدي الى الفشل انت مش كتبتي اولا دي الكتب انت مش كاتبي الكتب ومخلصتيها طيب وين انت شعب اذا نشرتي وخلصتي ما لك علاقة فيه تركي الكتاب ازرعي هذه البذرة وتركي الشغرة تنمو لحالها انت مين طلب منك التابع الكتاب ما حدا طلب منك انت كتبتي هذا الكتاب فاذا سئلتي عن علمك اذا في شخص مثلي اثرت في هذا الاثر الجميل وحب يقرأ فكرك اكثر انا شو سألتك تذكري لما بعطيلي ايميل بعطيلي انه انا بيئية وحب البيئة وكذا وكذا شو قلتلك قلتلك بعطيلي ما يمثل افكارك انت لو بعطيلي انه عندي كتاب اول وكتاب ثاني وكتاب ثالث مين ما كان يكون مين ما كان يكون كسبتي احترامه من سطر مين ما كان يكون لسه بعده ما قرأ الكتب فما بالك لو قرأ هذه الكتب انا مش عم بيلك مش عم بيلك تفرغي للكتاب لا انتي قردي عندك كتب انتي قردي عندك اصدارات جاهزة كما تقولين ففي حال انه من هي بتقول عليه بكرة عندك مقابلة في اهم محطة انترنتية واكبر بودكاستات الكوكب والله واحدة من منجزات بتقول انه اللي الاطلاع على مزيد من الافكار اللي في رأسي انا تحدثت عن فكرة البيئة مثلا في هذا الكتاب اللي اصدر بسنة الالفين وعشرين وتحدثت عن فكرة الفضاء في فكرة بكتابي اللي اصدر بنهاية الالفين وعشرين وتحدثت عن فكرة تنشئة الاطفال بيئيا بكتابي اللي أصدرته بشهر ستة بسنة الالفين وواحد وعشرين وبعدك مستمرة كناشطة بيئية وبعدك مستمرة كسيدة مجتمع وبعدك مستمرة كناشطة في حقوق البيئة والشؤون البيئية وبعدك مستمرة كأم وربة منزل وسيدة أنت لم تتوقفي ولم تشعبي فكرك أنت ما صاحب بالين كذاب مضبوط ويجب أنه بس عندما تكتبت المنزل أنت كتبت الكتب هل تشعبتي عندما كتبت الكتاب لا بالعكس تفرغتي فترة من الزمن كتبت هالكتاب أنتجتي ولم تصدري بعدين انتقلتي إلى مرحلة ثانية طيب ازرعي هالبذرة انت شكلت هذه البذرة وحطتيها بمرطبان وسكرت المرطبان وحطتيه في البذرة هو البيئة بنشر الكتاب إذا أنت بدك تعاصر الموجة موجة تطور إليكتروني إذا أنت كيف بدك تنشر أنه دايما أنا بيمتبني التفكير إذا أنا بدي أنشر ممكن أن نشر على منصات إليكترونية 100% إليكتروني 100% إليكتروني أنت ناشطة بيئية تروحي تقولي حافظوا على الشجر وتطبع الكتاب من ورق مصنوع من الشجر إيش فيه وين التناقض اللي عايشين فيه لا 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 حافظوا على الشجر هذا الكتاب مطبوع على ورق معاد تدويره ممكن هذا الكتاب يوجد منه نسخة رقمية فقط محطوط على سيرفرات إيكو فرندلي سيرفرات بيئية سيرفرات صديقة للبيئة بتاخد طاقتها وكهربتها من الطاقة النظيفة هوني هوني التريكس مش إنه تروحي تطبعي لك ألفين نسخة وتحرقي لك خمسين ألف شجرة بس مشان تطبعي كتابك الذي يتحدث عن عدم حرق الأشجار لا أكيد لا 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 بس إنه تركي هالكتاب موجود على آمازون ولا موجود على كندل ولا موجود على هولو وخلي يعني يو نيفر نو ممكن فكرك هذا يلهم العديد من الأشخاص إنه يترجم كتابك للغات العالم كله ياتا يو نيفر نو فليش ما تزرعي هالزرعة هادي أنت بتقول بتقول أحد أهم أسباب النجاح هي إنه الواحد ما يشتغل لحاله يخلي عمله هو اللي يشتغل The more successful you are كل ما نجحتي أكثر كل ما صار عندك إنك تملكي الوقت لذاتك أكثر خلي فكرك هو اللي يمشي مراقبون بيئيون اللي هي الانيشيتف أو الجمعية تبعتك بتمشي بلا بتول سؤال لإلك بتمشي بلا بتول هلأ بتول العقل المدبر إلا مراقبون بيئيون بتمشي بلا بتول نعم أو لا لا إذن هذا المشروع مش ناجح إذا بتول بتمشي كأفكار بتمشي كتنفيذ إذا بتول مرضت مراقبون بيئيون بتمرد الاستمرارية تأتي من استمرارية الفكر الاستمرارية تأتي من عدم حاجة صاحب الفكرة لأنه يكون موجود بالفكرة 24 ساعة السمرارية تأتي أنت فكرك وعقلك يجب أنه يكون أنه هذا المشروع هذا البيبي الجميل أنا علمه ودرسه بحيث أنه ابني يطلع براتها البيت يمثلني ويمثل نفسه ويوقف على رجليه مش دادي يحلله مشاكله كلياتها مش كل عشر داية تصلب بطول قاله بطول شو نعمل شغلة بطول عندها تأسيس هذه الحملة أنه تضع كل الخطوات الأساسية التي وقف مراقبون بيئيون على رجليها لأنه مراقبون بيئيون مش بطول وبطول مش مراقبون بيئيون لا هذا أنت واحد من مشاريعك كتابك عندما تنشريه في السوق عم تنشري فكر أنت ضروري تروح تلفي ورا الموضوع اللي بيئلك ايه بيعلم الكتب أنه لازم لواحد يعمل ماركتنج لكتابه إذا كان مصدر رزق لإلك ولكن أنت وضعتيه هناك سبحان الله ممكن يقع في يد حدا هو اللي يترجم ويتواصل معك يقولك بطول أنا أتقن اللغة الإنجليزية مم تسمحيلي أترجم كتابك لأنه عجبني فكرك عجبني طريق الطرحك للمواضيع فأنت بدل ما تعددت اللغة العربية صارت بتول تحكي عربي إنجليزي بجيك واحد بترجمه للصيني للأسباني للشو ما كان يكون فبتول فكرها هو اللي حرك كوكب مانك بحاجة لنفسك فقط لغير هذا يسمى عمل عمل لا عمل عمل أول ما بلشنا إنه أنا بتابعك على آن كل محتويك فأنا هلأ عم أو أحضر هلأ أنا بودكاست لايف هلأ بدا ترجع تسمع البودكاست تبعها من أول جديد هاتلا نشوف شو معنا شو مخبزين نحن فأي يا بنتي لا ما بيسي يعني ليكي ليكي أخوكي يعني من أممها أقل شي ضعف عمرك وزيدي شوي زيدي حبتين بس بس أنت قبل عشر سنوات أنت كنت من أفضل المؤثرين بالإمارات كان يعني أنا عندي معارف أنا عندي معارف بالإمارات كان من أفضل المؤثرين بالإذاعة الصباحية بالإمارات كان كان لن أقف على أطلال الماضي وأقول كنا وكنا كان بس هو ركيزة يعني هي محطة هي محطة محطة من المحطات المحطات المحطة جميل جدا ونتغنى بها ونحتفل بها ونحمد الله عليها بفترتها ولكن ما رح ضلي حاملة على ظهر يقول أنا والله بالألفين وعشرة كنا وكنا هذا الكلام فاشل هذا الكلام ولا شي أنت بتقول عمرك تسات عشر سنة الإنجازات اللي حققتية أنت بعمر التسات عشر سنة في العديد من الأشخاص عمره الأربعين وخمسين وستين سنة بعدها بالنسبة لإلهم أحلام هذا لا يعني أنه تحطي رجل على رجل وتعدي بالعكس بس أنا بدي أطلب منك توازني ما بين توازني ما بين نمو بتول وأفكار بتول نمو بتول الفكري اللي هو إن هي تقرأ إنه هي تتعلم إنه هي تكبر إنه هي تتطور وإنه هي تنتج لإنه هذا شي وهذا شي في عالم كتير بتقع بدوامة النمو وبتنسى الإنتاج بتقع بدوامة العلم والتعلم بتفكر حالة عم تنتج إذا حضرت خمسين ألف ستمائة وستة وستين بودكاست تعليمي على على السبوتيفاي ولا على الأنكر ولا على زفت الطين أو بتحضر لها ستة ألاف فيديو تعليمي على اليوتيوب وبالأخير بتطفي وبتنام هذا الحكي خطأ يجب عليك أن توازني وبالعكس أنا أرجح كفة أن تنتجي لإنه التعلم من الإنتاج أقوى حبتين التعلم من الإنتاج أقوى حبتين بس أن تنتجي تدفني مش تخلقي مواليد وتعلبيهم بعلب وتحطيهم على أرفف غلط أنا غلطها وألازلت عم بغلطها أنا بقلك أخوكي عم بقلك غلط وقفي أطفالك على رجليهم أول ما يبلشوا يمشوا تركي ملكيش دعوة كتابك كتبتي خلصتي بكلتي نزلي على السوق الله والله والله لحظة من فضلك بدي بش تأكد لا 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 الإصدارة الأولى وبس ينزل على السوق بأخطاء نزل الإصدارة التانية ومن بعد الإصدارة السبعتعش يعني الفواصل تتزبط بالإصدارة التانية يعني العلامات الترقيم والتصحيحات يعني بعض المنطق يعني إعادة صياغة بعض الكلمات وبعض البراجرافات والفقرات بالإصدارة التانية والتالية والرابعة أنا دائما كمحتوى يعني يعني لح أبعد لك أنا قريدي الإصدارات تعيلي با إيميل بس أنا دائما بركز على شي أنه الاتجاه أهم من الوقت لأنه البوصلة اخترعت قبل الساعة فالاتجاه الإنسان إذا هو أنا أصدرت كتاب أو كتابين بس وكانوا هني بيغنوا عن ألف إصدار مليانين بالأخطاء أنا هيك بقول إنه إذا أنا بتعب على إصدارين هول الإصدارين ممكن يغنوني عن ألف إصدار سألك سؤال مين اللي قالك إنه جميل جدا جميل جدا هذا الكلام جميل جدا بس لا تستطيع طولي بالك يا عزيزتي طولي بالك أم محمد طولي بالك أقول لك أقول لك الإنسان يستطيع التحكم بكل شيء في حياته صح أم خطأ صح أم خطأ ألا تستطيعين التحكم بأكلك بلبسك بتفكيرك بإيمانك أكيد باتجاهك صحيح هل تستطيعين التحكم بوقت حدوث الأشياء لا فمعنات مين الأقوى من علمه عند الله الوقت أم البوصلة يا عزيزتي هل أنت ضمناني أثناء رحلتك باتجاهك لأنه البوصلة اخترعت قبل الوقت هل أنت ضمناني أنه يكون عندك أصلا وقت هل أنت ضمناني أنه هذا البودكاست يخلص واتنيناتنا عايشين هل أنت ضمناني أنه لن ينقطع عملك ينقطع عمل المرء بيموته إلا من ثلاث شغلات واحد منهم عمل صالح ينتفع به أنت ضمن وين البوصلة إذا معت في وقت شو أهمية أي شيء في هذا الكون إذا معت في وقت كتبك علمك فكرك دفن في اتجاه بوصلتك لتحت فمين أهم يا عزيزتي الاتجاه عام الوقت نحن في رحلة التعلم دائم خاصة للأشخاص اللي بوصلتهم متجه ناحية ربها واللي هو الصراط المستقيم صحيح الأشخاص اللي لقوا الصراط عرفانين وين يروحوا ولا بدي يروح ليمين ولا يسار عرفانين وين يروحوا ما في ميكدوللز على الطريق يوقف ياخد شوية بوزة مستقيم عرفانين وين يروحوا ما عنده مشكلة يضيع لأنه مستقيم حبيبي دغري طيب وين أروح بدك تلف جنب الكازيت تعيد أبو محمود وتطلع وفي دوار لا 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 مستقيم فبوصلتك معروف وين رايح أمه فبعنات أنت منك عرفان إمتى بدك تبلش لا عرفان بتبلش مبارح تبلش هلا بس منك عرفان إمتى بدك تخلص لأنه لأنه وقت خلاصك مش بيدك فأنت لو انتهيتي لو ربنا سبحانه وتعالى قالك يا بنتي أنا بحبك تعالي لقربي بتليله لحظة والله يمني جاهزة لسه في عندي ثلاث كتب ولسه في عندي البروجيكت الفلاني ولسه في عندي كتير شغل ريلي 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 بتقليله لسه بدي تعلم مشان نضبط الكتاب مشان ريلي ريلي لسه البوصلة تبعتي عم بعملها كاليبريشن دايما بقول أنه دايما التفكير أنه أنا مبارد ما كمان هاي ده من القصص اللي كتير يعني بأمن فيها أو أنه كل يوم بتلازمني بكل وقت أنه ما بضمن حياتي يعني أنا كل يوم قبل ما نيم بحس حالي عم وضع الدنيا بلاحظ أفكاري بلاحظ هالتفاصيل كله ولكن إذا أنت اليوم زرعت إصدار وإنت كنت حاطت بوسيتك أنه من بعد ما تروح هيدا الإصدار ينشل بوسيتك أنا هيك عاملة أنه هاي هول الإصدارات يتم نشرهم كهدية من بتول للعالم هيك ما بيندفن شي جميل 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 طيب ليش ما تعجلي بالصدقة عجلي بالصدقة أنا جايب جايب طن رز حاطوا عندي بالبيت بدي وزعوا للفقراء والمساكين لا لا خلي 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 بس موت وزعوا لا بس موت عمي وزعوا بيكون أكلوا الدود لا 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 خلوه خلوه هلا أنا موجود هون بوسيتي أنا كويس أنا كويس بس موت توزعوا عني هالطن الرز اللي أنا حاطوا بالبيت موجود هو موجود بس موت يا أخي بنبلش على الله على الله لماذا لا تعجلي بالصدقة يا أختي بما أنه واهبت يا صدقة وحاططيها هيك لله لوجه الله شو اللي مخوفك ببداية البودكار أنا بقلك لا لا خايفي أنت أنت خايفة لا لا أنت خايفة أنا بقلك بتحديك 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 أتما أنه فيه ألأ بأنه اسم جديد للخوف بس خوف لا ما فيه رهبة لهذا هذا الشيء أبدا شو يعني ألأ قلق من ماذا من ردة فعل الناس القلق هو أنا بحسب بطول أنه هو الشيء القلق هو العدو يلي بيخليك تمتنى عن رغبة أنك تحيا بالوقت يلي أنت فيه يعني تخاف يعني أنت بتكون واضح صد يعني تخاف لا 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 مش خوف لا أبدا الخوف شي مختلف عن القلق عن جد من أنه ما ممثل حالي أبدا مثل ما أنا بضمر ما ممثل حالي بأفعالي يعني بجوهري ما ممثل الأفعال بجوهري اللي أنا حامليته شو بيصير إذا ما ممثلت حالك بجوهري اللي أنت عملت شو بيصير ممكن أنا ممكن الناس لما أنا أظهر أعمال يعني أنا ما بحث حالة ممثلت فيها ممكن للناس يعجبوهم وأنا ما عملك نظرة المجتمع أبدا ولكن أنا يعني أنت قلقاني من كلام الناس وردة فعل الناس لا لا أبدا عند القلق من اتجاه نفسه من اتجاه مسيرته هل هي هيدا المسيرة أو هيدا الاتجاه الشخص أو فكر الشخص اللي عم بأدمه هو مفعم أو مليء أو عن جد يستحق الإنصاط لأله أو التعمق فيه أو مجرد فكر عابر يحترم ولكن هو عابر كيف كتبت ثلاثة أصدارات كيف صار عندك ثلاثة كتب لماذا بما أنه عندك هذا القلق لماذا لم تعيدي زيارة الكتابة هي منا مشروع أبدا لأنك تصدر وإنما الكاتب أو الشخص يلي بيأنلف هو شخص بيفض الطاقة الفكرية اللي عنده أو الطاقة التحليلية اللي عنده بيقلب طيات السطور طبعا فهو منه ما بيكون أبدا مخطط هو لأ بيحمل اللابتوب بيحمل التليفون بيكتب عن شخصيات بيكتب عن شخصيات حقيقية بيكتب عن شخصيات افتراضية ولكن تحمل الحقائق الاجتماعية أو الحقائق السياسية مثلا أنا كتبت مثلا برواية الثانية عن شاب سوري من حلب هو ما قدر يوصل لهدفه يعني أنا كتبت قصة حياته ولكن بطريقة تعبر عن القومية وبطريقة تعبر عن أهمية القومية في في نفس هذا الشخص لما اتقل من بلد إلى بلد كيف حمل معه كيف هاي نينا ما سامعتك نينا بس أنت يا باتول قدمتيلي قدمتيلي كتاباتك على أنها كتب قدمتيلي كتاباتك على أنها إصدارات قدمتيلي كتاباتك على أنها وبكرة بستسمع البودكاست أو اليوم بستسمع البودكاست رح تشوفي أنك أنت قدمتي تفريغك لهذه الطاقة على أساس أنه مشروع مقصود أنه يكون له بداية هو هو مشروع مقصود من أجل التعبير عن واقعة هيدا الشخص أو من أجل برز أفكار عن جد أنت بتحب أنك تقدمها للعالم أنا الأفكار اللي أكتش إذا لم تعيدي قراءة الكتاب الأول لتطوير جودته لا بل انتقلتي للثاني لا بل انتقلتي للثالث لا أبدا كل إصدار يحمل كل إصدار يحمل أو أدفي إصدار أنت متصالح فيه أنا برجع لهم كتير بقول لا كتاباتي ما بحس أنه بدي عدل عليها ولكن أنا المواضيع اللي طارحيتها اللي أنا طارحيتها بكون أنا مني موسعة فيها يعني أنا بكون فقط بموقف مثلا بعثيك مثال القومية مثلا الحرب في سوريا وتأثيرها على شخصية هيدا الشاب أنا اليوم إذا بدي أرجع للموضوع اللي أنا طارحيته لما أبعث لك الإيميل رح تفهم أصدي أنا بوسع فيهم أكتر لراعي كل الأصناير في القارئ هذا شيء جميل جدا سؤالي بعدك عم تلف حواليه ليش ما بتنشريهم بما أنك قلت بعضمة لسانك ولسان ما فيه عضمي هذه الفترة أنا معروفة دايما أنا ما بحب مثل ما قلتلك قبل أنه شعب يعني أنا لحكون أمام مسؤولي أنه طور من كتاباتي ولكن أنا بهيدا الوقت الراهن أنا ناشطة بيئية فأنا لازم إسعى بمجالي وإنجح فيه بدل ما أحمل كفتين بيدي بحمل كفة وحدة وبتحملها وبسعى فيها والتاني بفيد الناس ممكن إصدار واحد من إصدارات هذه الناشطة البيئية بس ولكن هذه الناشطة البيئية لغاية اليوم لم تكتب أي كتاب عن البيئة لم تكتب أي كتاب عن البيئة شوف الناشطة البيئية حسب يعني أنا اليوم ما بصنف حالي يعني أني أنا ناشطة بيئية هلأ قلتي لي أنك ناشطة بيئية هلأ قلتي لي أنك ناشطة بيئية صحيح ولكن أنا بعدني عم حقق نجاحي عم حقق ذاتي اليوم أنا ما فيني أكتب كتاب بيئي يعني بدك أنت تشوف وجهات بدك تشوف أنك شو هو المضمون اللي بدك تقدمه البيئة أنا دائما أقدم أفعالي البيئية يلي بتمثلني كناشطة ولكن الكتب ممكن تكون ذكريات أعمالي أو ذكريات المطبات يلي ومرأت فيها أو أهم القواعد لكسب التخطيطات والأبحاث البيئية أو تطبيق الدراسات البيئية لنجاح أي مشروع أليس لديك ما يكفي أنا لبعدين أنلف كتاب ولكن بهذه المرحلة أنا مني يعني ما بطمح أنه أنا هلأ بحس بعد بكير أنه أعمل كتاب أنصح في الناس بس أنت بكل الخيام والوركشوبس والمحاضرات اللي بتعمليها عم تنصحي الناس بكل شي عم تعملي عم تثق في الناس ولكن أنت منك بمكان بتشوفي حالك بمكاني أنك تنصحي الناس كيف؟ مش عم تنقضي حالك التثقيف التثقيف الصحي وتثقيف البيئي بيختلف كليا بطروحته عن الإصدارات البيئية نعم لماذا لا توثق كل أنواع التثقيف وأنت أدرى بما تثقفين به جمهورك لماذا لا توثق كل أنواع التثقيف الذي تتغنى به فتيات ويتغنى به شباب مراقبون بيئيون لماذا لا توثق هذا الكلام في كتاب يحمل اسمك ويحمل فكرك ويحمل وجهات نظرك بما أنك أردي تقومين بفعل هذا الشيء حاليا عم وثق أنا عم أتجه أنا بتوثيق كل المعلومات وكل النصائح البيئية والمعلومات البيئية من خلال المنصة الإلكترونية يلي فيه أي شخص بده يحصل على المعلومات أو بي سوشيال ميديا أو عم يكون تدريب مباشر مع الناس ولكن التوثيق بحس بعد يعني لقدين ممكن أنا أعمل أصدر كتاب شوف أنت هل أنتم موجودين هل أنتم موجودين على منصة غير فيسبوك منصة غير فيسبوك إدومودو إدومودو أوكي أغلب شغلنا إدومودو وزوم ميتينك كتير يعني باليوم أكتر من بكتير يعني لازلنا لازلنا نعمل لازلنا نعمل وانون وان يعني لازم يكون في شخص عم بيدرس شخص أو شخص عم بيدرس مجموعة أشخاص لم نتطرق إلى الجانب أنه فكر واحد أو فيديو واحد لأنه بالتثقيف الصحي أو التثقيف التوعوي أنت بالتحديد أنا للمواضيع التي أطرحها ما تكون مواضيع يعني لا مثلا أنت اليوم بدك تغير سلوك شخص نعم أنت لازم تعرف اتجاهه الفئة الشبابية اللي بنتملة إلى المدل يعني أدي عمره العقل كمان أدي اطلاعه أدي ثقافته لحتى تجيله بالطريقة المناسبة نظب مي بالمية فنحن عاملين عبر هيد المنصة كل حدا بيفوت بيعمل اختبار بتعمله تقييم هيد المواصفات ومن بعد هيدا التقييم بتم تأهيله للمحاضرات التعليمية التعليمية في أي مجال أو تريد طريقة تفكيره لحتى الاستيعاب يعني لحتى يستفيد أو يلقط المعلومة وتقدر تأثر فيك أما اليوم التوثيق يحتاج إلى يعني أنا بقولك بعد يعني مش هلأ انت أدرى بمصلحتك انت أدرى بمصلحتك ولكن ولكن بحكم خبرتك المتواضعة بحكم خبرتي عفوا المتواضعة دائما وأبدا في كل مجالات الحياة هناك أسئلة تتكرر دائما وأبدا في كل مجالات الحياة هناك مواقف تتكرر وكل شخص بيجي بيسألني يعني مثلا أنا I've been doing this for the past four or five years صر لي أربع خمس سنوات عم بيشتغل نفس الشغلة نهايدي اللي أنا أتمتع فيها في بعض الأسئلة واللي هنن 800 سؤال مثلا تكرروا علي شي 20 ألف مرة هدولي الأسئلة بدل ما رد عليهم مرة 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 بعمل فيديو واحد بيرد واحد لأنه ردي هو هو وببعثوا لها العشرين ألف سؤال أو كل الأشخاص اللي مهتمين بهذا الموضوع بيروحوا على ينجذبوا لهذا الفيديو هلأ أكيد في حالات خاصة أكيد في حالات تشذ عن هذا القالب اللي أنا وضعته لعموميات الأمور مثل ما قلتي أنت بالتقييم النفسي اللي بتعملوه الإيفالويشن النفسي هناك كذا مدرسة نفسية تتبع كذا سؤال بشان تحطك بكذا كاتيجوري ففيني أعمل محتوى لهذه المدرسة وهذه المدرسة وهذه المدرسة وأنتقل لمرحلة أخرى أحسن حرق حالي بس بالأخير وجهات نظر يعني أنا بحب ريح حالي بالشغل أنتوا بعدكن ما شاء الله عليكم أنا ختيار أنتوا بعدكن بالطاقات الشبابية هيكة بتحبوا تشتغلوا ولكن سؤالي أنت حكيتي عن تثقيف صحي وحكيتي عن اختبار نفسي واسمي مراقبون بيئيون ففي كتر بطيلية هون ببعض لو سمحت لأنه هيك أنا ضعت مراقبون بيئيون هي عبارة عن مراقبين صحيين ومراقبين بيئيين بقلب هذه الجامعية المراقب الصحي دايما هو هو مجسد أو يسعى إلى تحقيق الصحة بجميع أنواع مثل ما نعرف نحن تعريف الصحة حسب منظمة الصحة العالمية هي اكتمال السلامة بدنيا عقليا نفسيا اجتماعيا اقتصاديا أيضا فعدم اكتمال السلامة في احدى الجوانب في احدى النواحي اللي عند الشخص مثلا فيها تكون منا مكتمل اجتماعيا فيها تكون منا مكتمل اقتصاديا مثلا لبنان هو منا مكتمل اقتصاديا وهذا عدم الاكتمال الاقتصادي مؤثر على الصحة النفسية في لبنان عدم اكتمال الصحة مثلا فينا نقول مثلا الدول الخليج مثلا عدم اكتمال بسبب النيئة المشيدة بتحس انه كونه انا عيلتي بالخليج بشوف انه بيرغبوا بيرغبوا بيئة البيئة الطبيعية بسبب انه البيئة المشيدة بتحكمهم نفسيا على بتحكمهم نفسيا شو يعني البيئة المشيدة لانه عندهم ضغوطات نفسية بسبب هذا الشيء شو يعني البيئة المشيدة من فضلك البيئة المشيدة هي كل شيء صنعوا الانسان كل شيء عمر تششيد تشوّل الانسان من من شيء يعني لبنان هو يعتبر بيئة طبيعية منه بيئة مشيدة وأما الدول الصناعية هي بيئة مشيدة فكل هيدا البيئة إلى تأثير على الصحة فكأنا كمراقبة أسعى إلى التغطيف أنا إذا اليوم بدي أجي وأعمله تغطيف لهيدا الشخص بدي شوف أنا شو بدي صلح بهيدا الشخص شو اللي عبق يلي حامل شخصه لهيدا الشخص يعني العبق ممكن يكون عبق مادي أدى إلى تدهوره صحيا ممكن يكون العبق أيضا مادي أدى إلى إشغاله بسلوكيات غير سليمة تؤدي إلى ضرر البيئة ممكن مثلا لأعطيك مثال أنه البلاستيك مثلا أو البلاستيك أكثر شي لأنه في عبق مادي على الشخص ما في هو يشتري أنينة ماي حقهم مثلا إن دولار لحقول حقهم مثلا عشرين دولار معتراكميات هيدا السلوك بتؤدي إلى أمراض مثل أيضا الديوكسين مثلا المحارق يلي بيحرق كتير دخان المصانع مثلا بالدول العربية مثل بغداد مثلا لنقول مصانع المصفة الدخان يلي بيطلع هو يغاز أول الكربون هو يؤدي معتراكم إلى الكانسر لأنه بيحمل الديوكسين كمان هيدا الدخان وبيؤدي إلى الكانسر وهو يلي بيشغل الجينات الوراثية بأنه هي تتفاعل وتتكاثر من شخص لشخص جميل إذا الأم استنشقته بتنقله لجنينة عادة نعم فعلى هيدا الأساس نحنا بنبني وعلى هيدا الأساس بنقيس نحنا مثلا بنقيس مثلا الشخص لشو بيحاجة المجتمع لشو بيحاجة لأنه المجتمع هو عبارة عن مجموعة أفراد وجماعات ينتمون إلى نفس المشاكل يلي بتواجهن إلى نفس المشكلة طيب وشو ردت فعل المجتمع على مراقبهم بيون يعني how successful are you guys كيف تفاعل العالم معكم هلأ ردة الفعل بتتم يعني دايما لما أنت تخدم المصالح أو المتطلبات المجتمع العراق ردت فعله غير المجتمع اللبناني لأنه نحنا كمان ناشطين بالعراق المجتمع اللبناني ردت فعله كتير إيجارية لأنه هي عم بتكون واضحة عم بتكون يعني عم تخدم مصالح المادية أكتر بيضل تدهور الدولار وبيضل أيضا المشاكل والغلاء وكتير أساس حاليا نحنا على أبواب بناء مشروع يخدم الكهرباء نحن أكتفل بهذه الكلمة هي الكهرباء يلي خلتني أتأخر عن موعد الساعة 57 دقيقة وحياتك 57 دقيقة مش ساعة طيب مشروع مشروع كهربائي وكل الأشخاص اللي عم بيشتغلوا بمراخبين بيويون متطوعون؟ لا هناك مردود مادي دايما للاستمرارية انتاجية الشخص وفعالية الشخص نوي أنه يكون الشخص متطوع على مدار 365 يوم بالسنة نوي لازم لحتى هو يركز بشغله لازم لحتى ينتج أكتر لازم يستفيد من هيدا الشغل يلي هو عم يشتغل فيه بكل روح إنسانية واجتماعية أيضا فلأ لح عم يكونوا موظفين عم يتقادوا الأشور طبعا لح تسأني مين موالكم هو لأ هو عبارة عن فرز بلاستيك عن فرز مفرزات كانز وبلاستيك يعني فين أعطيك مثال مثل جمعية البيئة لحظة 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 إنتي عم تعطي معاشات إي وينس لحظة ندور طولي بالك واحد اتنين ثلاثة بترفع لك القبة ع الفين مرة شكرا وإنت عم تاخدي فلوس اي اكيد انا ما بيخضن إلي بس اكيد فيه إفادة مادية عم تاخدوا الإفادة المادية هايدي وعم توصفي ناس وخلقتي وظائف بعمر التسعة عشر من وراء فرز البلاستيك وفرز الكانز تعون السودا اي والحديد وحاليا نعم نعمل حاليا لحاطلق مشروعي يمكن يكون من منبرك اطلاق مشروعي وهو انه اطلقي اختي اطلقي 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 اه حولت الطعام المواد العضوية الاكل سماد الى كهربا كهربا يس كيف اه انت خمرت انا الاكل يعم اه لما تخمر الاكل يبيطلع غاز الميتان مزبوط غاز الميتان اه نحنا بنضغطه بقلب بورة يعني بقلب حجرة صغيرة يس وبنحط فوق هايدي الحجرة مولدة كهربا وبتعطيك هي 50 امبر نينا عم تقلك لازم يحطوكي وزيرة او نايبة يو جرل you're a genius يو جرل i'm very i'm super proud انو ما شاء الله على قلبك وانا عم التربية ما شاء الله هلأ دوينا دوينا قرية دوينا بيت من الشمال من وراء الاكل دوينا بيت 50 امبر دوو جمعة جمعتين من وراء الاكل يس كمالا نينا نينا انا بعرف انه هي منك فر رمان صح فر رمان اه انتي انتي هات ماما منك فر رمان بس طولي بالك هذا اختراع انتو اخترعتو الالكتر جانيريتر او الالكتر جانيريتر من وراء الاكل هذا اختراع انتو اخترعتو ولا جهاز جايبينه من بره هلأ كملكية فكرية للمشروع مش لنا ولكن كتنفيذ كطاقة معمل وكامكانيات نحن يعني انتو جايبين الفكرة من محل تاني وتم تطبيقه هو مهندس لبناني هو مهندس لبناني اوكي اه توصلنا معه انه له وين موجود هو كان عامل فقط لمطعم مطعم لا لقرية سوري قرية بدر حسون البيئية للمنتجات البشرة قرية بدر حسون وين هايدي باللبنان بالشمال بالشمال يعني مهندس لبناني عامل على قرية او رادي موجودة في لبنان و او رادي اكتف لقرية كاملة بيطلع كهرباء لا طيب وليه بتنقطع الكهرباء في بعض البلدان اذا في عنا عقليات مثل هيك وفي عنا مخترعات مثل هيك دايما كهرباء بالبلدان لانه منكون نحنا عم ما بدنا نحكي سياسي خلص نستفيد من المواد العدوية بطرق تاني مربحة اكتر لا لا ما عم نستفاد من شي عم نكبه بنص الشارع عم نلفهم بكياس نكبه بنص الشارع برو بتقول هاي فايف هاي فايف بيك تايم هاي فايف يعني يخز العين يخز العين يخز العين طيب و العالم كيف كيف لشخص عم بيسمعك حاليا كتير من الأشخاص اللي موجودين بالبودكاست موجودين بالولايات المتحدة الأمريكية في منهم موجودين بجيرمني I have a lot of people from Germany هاي جيرمني ها دول الأشخاص اللي موجودين حوالين الكوكب كيف لهم أن يمدوا يد المساعدة لكم هلا نحنا حاليا مبارح كنت اسمعت بموقع اسمه Patron هو لتمويل الجماعي هي منصة لتمويل الجماعي ف ممكن لا Patron مش لتمويل الجماعي اتقول Patron مش لتمويل الجماعي Patron بتعملي سبسكريبشن منتلي للحصول على content على محتوى لا تدعم ايه بدك تعطيني content ب انا بدعمك شهريا ممكن اذا حدا بده يساعدنا مثلا بمشاريعنا القادمة لأنه هيدا المشروع تعلق الكهرباء انا ضمنيته يعني ل2021 هلأ ما فينا أبدا لأنه هيدا المرحلة شهر 11 و12 هي مرحلة تقييم وتغذية راجعة فممكن اي حدا بده يقدر يد المساعدة بأنه ايصال هيدا المبادر او تكاليف هيدا المشروع للجنوب اكتر شي لأنه مناطق الجنوب بده كتير تأهيل وانتو عم تبيعوا كهرباء للعالم على المستوى التكنولوجيا انتو عم تبيعوا كهرباء للعالم لا نحن فورفين عم توزعوا كهرباء للعالم بلاش نحن عم نحن عم بيكون نحن بدل رمزي وهو حق البنزين لا حق المولد حق حق تصليح المولدات ولكن اذا انت بيبلد منهار اقتصاديا منهار ما في ابدا في عبق مال كتير ما فيك انت تجي وتستغل هيدا العدل المال وتفرض عليهم طولي بالك انا مش فهمان شغلي رجعي 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 وتاتا تاتا خديني انا المولد اشتغلت والمولد بتشتغل على مخلفات وبقايا الاكل والطعام بتطلع منهم كهرباء على خمسين لا تستمر هيدا المولد لا تستمر هيدا المولد انه تعطي كهرباء هاي المولد اللي بتحول الطعام على مخلفات الاكل هذه المولد اللي بتخلي الطعام تولد كهرباء بدي كهرباء هيدا المولد لا ما بدي كهرباء بدي بنزين بدي مزوت مزوت والمزوت غالي البدل المالي اللي بيدفعوا الناس هو حق المزوت طيب سؤال خديني عادة על 중국 بنتي سؤال أني جيب مولدة كهرباء بتشتغل على المازوت مش أوفر لي من أني طلع مولدة مازوت وتحط فيها أكل رز مشان تطلع لي كهرباء عطينيها حسبة نسبة وتناسب دايما مولدة الكهرباء يعني هي ما بتمتص الغاز أو الغاز الميتان ما بيتفاعل مع مولدة الكهرباء أما مولدة المازوت يعني تظبط على مولدة الغاز الميتاني بيظبط على مولدة المازوت ومولدة البندين فكل ما لهيك ما فهمت طولي بالك لتر المازوت هاي دي اختصاصك أنا ما بفهم لتر المازوت بمولدة كهرباء مازوت كم كيلو كهرباء بتطلع لتر المازوت على مولدتكن تعيتي اللي بتحول الرز لطبخة المجدرة بتحولها لكهرباء كم كيلو كهرباء بتعطيني؟ كم أمبير أصدق كم أمبير كهرباء بتعطيني؟ خمسين أمبير خمسين أمبير ومولدة المازوت؟ كمان خمسين أمبير طيب أنا ليش لأولد الكهرباء من إذا عم بيستهلك نفس كمية المازوت ليه لأولد الكهرباء من المجدرة ما أولد الكهرباء من مولدة المازوت؟ لأنه المولدات بدك تشوف أنت المولدات الأقرب لأنه تلاقيهم بقلب البلد يعني الكواليتي تعيي للمولدات أنت لما أنت عم تجهز بلدة أو عم تجهز مثلا القرية في القرى أنت نحنا ما عم نشتري مولدات نحنا عم نقول كل البلدية عندها مولدات فائدة ما بدي إياها نأخذها ونستخدمهم نحنا من فينا نحنا نجيب مولدات كهرباء في متقصدي لا يعني أنت عم تروحي على بلدية عندها مولدات فائدة واللي هن ما في ولا بلدية عندها مولدات فائدة المهم سلم جدلا أنه في بلدية عندها مولدات فائدة بتأخذ المولد الفائد تبعية البلدية بتعبيه مازوت مشان تشغلي فيها جهاز مشان ينتج كهرباء يشغل فيها جهاز لا 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 أبدا أبدا ما بتعبي فيها مازوت لا لا إلاك المازوت يستخدم لصيانة المعدات أنت عم تولد الكهرباء من الغاز غاز المتان أنت قرد يحاصر الغاز بحجرة يعني جهازك لا يحتاج لأي شيء سوى المجدرة ولا شيء تاني صب في مجدرة بيعطيك كهرباء يعني أنت لأ بدك تحط المجدرة 15 يوم بدك تحطها 15 يوم أو 20 يوم بيعطوني غاز وهذا الغاز بنتج كهرباء يعني أنا ما لمحتاج أي عناصر خارجية لا لا من وين جاي من وين جاي هنالفكرة بتستهل فلوس أكتر من رمزية بس لأ عم بحكي جيد هلأ من شويل تيلي المزوت الشيء الرمزي لحتى نحن نقدر نعطي مشاريع وحتى نحن نقدر نأمر بشغلنا ونقدر نحن كمان نطور يعني نعمل مشاريع تاني مثلا حاليا بلبنان استلمنا كمان من إضافة لهيدا المشروع في بحيرة كانت ملوثة تلوث كيميائي وتلوث فيزيائي هي بيترابلس فحاليا جهزنا فريق علمي وأخذنا عينات وبلشنا بتنقية هيدا البحيرة هي اسم بحيرة عيون السمك عيون السمك هاي المان أسامي الضيع والشغلات ببلاد الشام أنا لليوم بتفاجأ فيها يعني يعني كلما سافر على الأردن الحبيب وسوريا ولكنان أنا أكثر شيء عاملة بحث عنه إنه بلاد الشام إذا بنرجع للأسامة هي أسامة سريانية مان عربية عيون السمك بقى السرياني مان بيكون واحد قاعد مشاوي ومشاوي فصله سمك آه كابب شغلة أو لقاله قلول مثلا عيون السمك بالله عليك نهر الكلب يعني هذا اسم سرياني اسم سرياني نهر الكلب أنا بصد إنه بالمناطق السريانية مثل 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 كفر رمان كفر تبنيت كفر جوز الكفر بالسرياني هو البيت يعني معناته بيت فبيت الجوز يعني بيت القرية اللي كانوا يتجوا فيها مثلا النبطية مثلا هي النبطية نسبة لقبيلة الأنباط الأردنية بس اسمه سرياني؟ هم؟ النبطية اسم سرياني؟ النبطية هي مانا نبطية النبطية نسبة إلى قوم الأنباط يلي هني سكنوا هي قسمت النبطية النبطية إلى قسمين نبطية فوق أو نبطية تحتها فالنبطية الفوق هي كانت للملوك اللي كانوا يعيشوا بقلبها والنبطية تحتها هي للتجار تجار الأنباط فبعده لحد هلأ كانوا تجار الأنباط كل يوم تنين يعملوا سوء نوري جهلي هل هذا سرياني كمان؟ النبطية هي أردنية أردنية سريانية؟ بلاد الشام هي مزيج سرياني على أشوري على عربي أيضا أنا معلوماتي في هذا المجال صفر مكعب شكرا لإثرائك لمعلوماتي موسوعة مترقلة ما شاء الله بتول كل اللينكس والروابط اللي بتكن إياها ستلاقوها موجودة بصندوق الوصف على كل المنصات جدا 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 فخور فيك وسأراك في مكتب الأمم المتحدة إن الله راد عم تمثلي العالم العربي والإسلامي ورافع رأسنا فوق 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 وإن شاء الله للمزيد من التقدم يا رب ما بعرف يعني الحديث عن جد لا يمل معاك ولكن بدنا نتركه شوي لبعدين شو رأيك؟ أوكي أنا بقول لك إنه هلأ أعمال كات إذا بدك تعمل موضج أعمال كات لأقول لك هلأ بدك تعمل كات لا أحكي بموضوع ثاني لا مش راح أعمل كت راح نزلها مثل ما هي She's a boss girls لابدكم تسألوا باتول علي من مراقبون بيئيون أي سؤال تواصلوا معي من خلال الإيميل info at حسان الشيخ dot com إذا بدكم تسألوا سؤال وهذا السؤال رح يطلع بإنتربيو تاني على أصدقاء حسان طبعا فيكن تتواصلوا معها مثل ما قالت لكم كل اللينكات لكل الوебسيتات اللي هي مشرفة عليهم موجودين بصندوق الوصف باتول thank you very much هلا بدي أعمل كت مشان لكم إلى اللقاء مشان هي تبصني and to tell me شو بد مني فإلى اللقاء